السلام عليكم وبركاته الدكتور مصطفى جرار أستاذ مشارك بجامعة بيرزيت فلسطين ومدير معهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية بنفس الجامعة وهو مدير مشروع انتولوجيا اللغة العربية والقائم علي مرحبا بك دكتور مصطفى أهلين إيمان متشرفنا طبعا في الكلام معك في هذا الموضوع حول انتولوجيا اللغة العربية شكرا لك دكتور بداية ما هي انتولوجيا اللغة العربية ومتى ظهرت فكرتها انتولوجيا اللغة العربية هي طريقة جديدة لتعريف مفاهيم ومعاني الكلمات العربية عن طريق تصنيفها وتشجيعها بحيث تكون الانتولوجيا هي بارعا شجرة من معاني الكلمات العربية يعني ليست شجرة بكلمات اللغة العربية بل هي شجرة بمعاني الكلمات العربية وهنا منقصد الكلمات العربية ربما ليس جميحة ولكن غالبيتها بدأت الفكرة تطبق في من عام 2010 من بدايات عام 2010 أو حتى ممكن عام 2009 ويطبق الفكرة طبعا كانت موجودة من حوالى 2003 ولكن لم يتاح لنا يعني تطبيقها إلا عندما أردت إلى جميع في البيت نعم كيف يمكن بناء انتولوجيا للغة العربية؟ لو حكينا يمكن بناء الانتولوجيا العربية يدويا عن طريق الخطوة الأولى مثلا تجميع جميع كلمات اللغة العربية الخطوة الثانية وضع يعني معاني كل كلمة لأن كل كلمة لها أكثر من معنى يعني لو شكنا مثلا كلمة العين قد تعني العين هي جزء من جسم الإنسان والعين تعني عين الماء وإلى آخره فلكل كلمة أكثر من معنى الخطوة الثالثة هي تصنيف المعاني هنا تصنيفا مفاهيميا طبعا بعلاقة نسميها علاقة جنس من مثلا الإنسان هو جنس من الكائنات الحي والرجل هو جنس من إنسان طبعا أقصد هنا المعاني وليس الكلمات ما علاقة انتولوجيا اللغة العربية بالمعاجم اللغوية انتولوجيا اللغة العربية هي الجيل الجديد والحديث المعاجم العربية في الحقيقة المعاجم العربية غالبيتها يركز على تصريف الكلام يعني ما هو معنى أكل يعني نقول أكل يأكل أكلا أكل الشيء ويفترع وممكن يستدل على هذه المعاني والمقولات بأبياتنا الشعر والآيات والأحاديث ولا تركز معاجم اللغة العربية على الصفات الجوهرية في تعريف معاني الكلمات وهنا يأتي دور الانتولوجيا أولا لأنها توصف معاني الكلمات وصف دقيق جدا يركز كما قلنا على الصفات الجوهرية التي تميز المفهوم عن المساهيم الأخرى إضافة إلى ذلك يعني غير الدقة ليس فقط الدقة إلا أنه كمان المعاجم العربية أصبح لها أهمية أو المعاجم بشكل عام أصبح لها أهمية كبرى في العصر الحديث حيث تستعمل في تطبيقات عديدة تطبيقات في يعني من محركات البحث وإلى آخر هي تطبيقات تفيد البشرية ليس فقط يعني الإنسان بل الآلي وبالتالي هي يعني ممكن نسميها جيل جديد في هندفة المعاجم وضح لنا بمثال بسيط كيفية استخدام الأنتولوجيا استخدام للأنتولوجيا عدة خلينا نقول للأنتولوجيات اللغوية عدة استخدامات على سبيل المثال هنا سأعدد بعض الأمثلين في مثلا في البحث وإن تسجع عن البيانات في مثل محركات البحث حيث يمكن لمحرك البحث أن يستعمل الأنتولوجيا داخليا ليكون أكثر ذكاة فإذا بحث الإنسان عن مثلا كلمة إجازي وكلمة فيرجع محرك البحث مثلا أشياء لها علاقة بعطلة ولا أصد هنا فقط المترادثات أصد له استخدام شجرة الأنتولوجيا وبالتالي يصبح محرك البحث أكثر ذكاء إذا استعملنا الأنتولوجيا في مثلا الترجم الآلي تصبح المترجمات الآلية أكثر ضدقة لأنه ممكن غبط الأنتولوجيات اللغوية ربطا مفاهيميا وليس يعني ترجمة كما للأنتولوجيات استخدار أكثر فيه تطبيقات اللي نسميها ربط وتبادل البيانات على سبيل المثال كيف نستعمل الأنتولوجيا في مثلا بناء حكومي إلكتروني الحل بيكون أنه أو المشكلة خلينا نقول بيكون أنه في بعض المفاهيم على سبيل المثال كالمتراتب موجودة في أكثر من قاعدة بيانات في الحكومة أو في أكثر من وزارة وهناك العديد من المصطلحات والمفاهيم فلتوحيد هذه المفاهيم تربط هذه الكلمات في معاني موحدة في قاموس موحدة يعني مثلا كي تتحدث مثلا إثنين مع بعضهما ويفهم بعضهم الآخر طبعا في كل ذهن إنسان لما نحن نتحدث يكون في قاموس في ذهنه والناس تفهم على بعض أنه يكون هناك المشترك في أدهنهم وبالتالي مثل هذه التطبيق يمكن أو مثل هذه الفكرة تستحبن عادة في ربط قواعد البيانات نسميها Data Integration and Interoperability توافقية البيانات فتستعمل الأنتولوجيا في هذه التطبيقات كمرجع للمفاهيم استعمال آخر للأنتولوجيا اللي هو في الجيل الثالث للإنترنت والاستعمال على فكرة والاستعمال قد نستعمل يعني الأنتولوجيا كمعجم جديد من نوع آخر نسميه يعني conceptual diction أو معجم مبني على أساس مفاهيمي تربط فيه الكلمات بطريقة مفاهيمية فينكي كذلك استعمال الأنتولوجيا كمرجع للإنسان وليس فقط للألم نعم وما مدى استفادة أنتولوجيا اللغة العربية من أنتولوجيا اللغة الإنجليزية WordNet WordNet أو نسميها الشبكة المفرادثات الإنجليزية هي للحق كانت يعني أو اكتورت في بداية الثمانينات أو في آخر الثمانينات في جامعة برينستون في أمريكا وطورها ليس على ناس يعني يشتغلون لا في الأنتولوجيا ولا في علم المنطق ولا في علم حتى الاي تي تكنية المعلومات طورت لأغراض أخرى واشتغرت هذه الأنتولوجيا لا تستفيد الأنتولوجيا العربية استفادة مباشرة بل كررنا في جامعة بيرزيت أن نتبع نفس طريق التمثيل البيانات وذلك يعني ليس فقط لكونها ال WordNet هو يعني الأفضل بل لشهرته فكررنا اتباع نفس المنهجية التمثيل البيانات لكي يتم الربط بين الأنتولوجيا العربية وال WordNet وكما تحدث سابقا هذا طبعا يمكن المترجمات الآلية لتكون أكثر دقة هناك تعاون وثيق بين القائمين على مشروع ال WordNet في برنستون ومعنا في جامعة بيرزيت لربط الأنتولوجيا الإنجليزية بالأنتولوجيا العربية هناك طبعا منهجية أخرى نحن نسميهاها Arabic WordNet نحن نسميها Arabic Anthology السبب أنه اتبعنا منهجية خاصة وجديدة ومتطورة أكثر من اللغة التي تم للغة الإنجليزية نعم وما الذي يميز أنتولوجيا اللغة العربية عن أنتولوجيا اللغة الإنجليزية؟ نعم هي مبنية على أساق علم المنطق بالإضافة إلى ذلك هناك تأصيل فلسفي لتصنيف المعاني فكما نعرف أنه تصنيف المعاني الكلمات هي قضايا فلسفية كبرى وبالتالي عند بناء الإنطولوجيا العربية تم رجوع إلى ليس فقط الأدبيات الفلسفي العربي القديمي بل وكذلك الحديثي والأجنبي وهذا لم يكن متاح للفريق الذي عمل على بناء الإنطولوجيا الإنجليزية فبالتالي نقول الإنطولوجيا العربية هي أكثر دقة في تعريفها وتصنيفها للمعاني فمثلا عند تعريف كلمي أو عند تعريف إذا كلنا مثلا هل كل جدول دوري هل هو جدول في الأنطولوجيا الإنجليزية يعني يتم الحكم على صحة الإدعاء بأن كل جدول دوري هو جدول إذا قضل الناس ذلك وهذا يعني أنه اللغويين هم من يحكمون على صحة التصنيف بينما في الأنطولوجيا العربية هناك ثلاثة مستويات أولا نبحث في العلوم الطبيعي إذا اتفق العلماء والعلم على أن كل جدول دوري هو جدول أو كل نبات هو كائن حي أو كل إنسان هو كائن حي نبحث في العلم إذا وافق العلم فليقم وإذا لم يكن جوابا في العلم فنبحث في الأدبيات الفلسفية مثلا هل ما هو الوقت وهل كل ساعة هي وقت أو هل كل زمان هو وقت أم كل وقت هو زمان وما هو المكان وإلى آخره هذه قضايا لم يتناولها العلم الطبيعي البحث ولكن تناولتها الفلسفية فنرجع بذلك في حالة عدم وجود شيء في العلم نرجع إلى الأدبيات الفلسفية وطبعا هناك بعض القضايا يعني لا العلم ولا الفلسفية قد أجابت عليها وبالتالي كمستوى ثالث نرجع مثلما الويرد نت نرجع إلى ما يتفق عليه اللغويون هذه القضايا الجوهرية التي تفرق الأنتولوجيا العربية على الإنجليزية بالإضافة طبعا إلى قضايا أخرى حتى كانت شكلية مثل طريق التعريف طريق التعريف المعنى وقضايا كثيرة من الجهود المبدولة لتحقيق أنتولوجيا اللغة العربية هو مشروع Arabic WordNet وقد أشرت إلى ذلك في مشاركتك في المؤتمر الدولي العربي فحدثنا عنه قليلا نعم هناك جهود في كل الدول لبناء أنتولوجيا لكلها وكانت هناك محاولتان لبناء WordNet عربي أو WordNet للغة العربية وليس أنتولوجيا للغة العربية الأولى كانت في أمريكا وتحديدا كان المنول لذلك CIA ولكن لم ينجح ذلك المشروع بسبب أن القائمين عليه قاموا بترجمة الـ WordNet الإنجليزي واستنتجوا في نهاية المشروع أن ذلك لا يؤدي إلى ما هو مطلوب يعني لا يعكس اللغة العربية كما كانت هناك جهود موالاة معها كانت مفاضعة جدا من قبل جامعة الدول العربية وكنت أنا شخصيا مدعو على جمع خاص لبناء أنتولوجيا أو سوريا لبناء WordNet عربي وتمشي هذه الجهود بطريقة بطيئة جدا بحيث كان الفريق قائم يعني فقد صبره ولم يحصل شيء نحن في جامعة مدرزيت وفي منحة الإنجليزينا تحديدا لم ننوي بناء WordNet عربي يعني شركة مفاضعة عربية ولكن قررنا بناء أنتولوجيا عربي كما تحدث سابقا لأن الأنتولوجيا هي أكثر بقة من WordNet ما أهمية المنهج التأصيلي لأنطولوجيا اللغة العربية؟ أولا المنهج التأصيلي ما نقصد به هنا المنهج التأصيلي هو أن يكون لأن تعكس أنطولوجيا اللغة العربية المفاهيم العربية كما يفكر بها العرب ولا تكون المفاهيم يعني مترجمة وتعريفات المفاهيم مترجمة من أي لغة أخرى أولا ثانيا أن تكون للغة العربية أو للأنتولوجيا اللغة العربية بصراحة حداثي خاصة فيها وتأثير خاص فيها نعتقد أنها تفوق ما تم عمله للغات الأخرى وكما أحد حدث هذه المنهجين ترتكب على أولا علم المنطق مثلا ماذا تعني علاقة جنس من؟ واللي من تميها إحنا هي مجموعة جزئية مثلا قل إذا كان الجدول الدوري كمفهوم الجدول الدوري هو جنس من مفهوم جدول وكان مفهوم جدول هو جنس من مفهوم مصحوفي كذلك يعني أن كل عضو في مجموعة الجدول الدوري يعني أي كل جدول دوري في الدنيا هو بالضرورة كذلك عضو في مجموعة جدول هذا ما نسميها مجموعة جزئية وهذا طبعا يعني الكثير للذين يبركون مع معنى المجموعة الجزئية مثل طوارث استفات وإلى آخرين فهي أولا لها الأنتروجيا العربي لها تأصيل منطقي وكما تحدث أن الأنتروجيا العربي كذلك تأصيل سلسفي حيث تم بناء شجرة صغيرة نسميها المستويات العليا للأنتروجيا العربي وهي شجرة صغيرة تعكف أو تشجر أو تصنف أمهات أمهات المعاني للكلمات العربية وبالتالي إذا تم اتباع هذه المنهجية فإلا تطليف المفاهيم في المستويات الأقل يكون أكثر صحة بمعنى آخر أن الأنتروجيا العلية التي كنا ببنائها هي تتحكم صحة المفاهيم الدنيا كما أنه لتعريف المفهوم هناك منهجية خاصة نتبعها خاصة فينا من إزاعات في المعهد أنه عند تعريف شيء يجب أن يتم الرجوع إلى الجنس الأعلى منه ثم تحديد الصفات الجوهرية وليس الصفات العربية عند تعريف أو وصف المفهوم هذا باختصار طبعاً وهناك القضايا الكثير يعني يمكن الرجوع إلى مثلاً موقع مشروع الانتروجيا العربي لفهم المزيد حول هذه القضايا نعم مشروع مثل مشروع الانتروجيا للغة العربية برأيك كم من الزمن يستغرق لإنجازه؟ أعتقد أنه غير منتحي بمعنى بما أن أي لغة طبيعية في الدنيا مفاهيمها ليست ثابتة في كل لغة هناك مفاهيم جديدة وكلمات جديدة أو المفاهيم حتى تتغير وتتبدل والمفاهيم من دولة إلى أخرى ليست مطابقة بالتالي والانتروجيا العربي يعني هدفها أن تشمل كل ذلك وبالتالي هي ستبقى دائمة التحديث والتغير على محيث المبدأ فيها مشروع طويل الأمد ولكن نود القول أنه أول الكلمات التي بدأنا بتحديث معانيها وتصديث معانيها كانت في كلمات الأكثر شيوعاً في اللغة وبالمناسبة عددها حوالي عشرين ألف معنى أو لا لبعض هذه الكلمات أو كمين ألف معنى في المعاني الأكثر شيوعاً فبدأنا بتصنيفها وطبعاً سنبقى دائمين وقائمين على تحديث وإدخال المفاهيم ومصطلحات جديدة بشكل دائم نعم كيف ترى المستقبل لهذا المشروع وما هي الصعوبات التي واجهتكم في الثلاث سنوات الأولى من عمر المشروع وفي الحقيقة الثلاث سنوات الأولى في عمر المشروع ركزت على قبيتين قبل أن أتحدث عن مستقبل الأونتولوجيا العربية أولاً لبناء الأونتولوجيا كان يجب علينا أن ندمي المستويات العلية في الأونتولوجيا وهم لم يزيدوا عن ثلاثمئة معنى الثلاثمئة معنى هذول هم الأكثر صعوبة في بناء الأونتولوجيا فإذا يتم بناءهم بشكل صحيح ستكون الأمور بعد ذلك أسهل وأسرع وأسرع وأفتر بك فتم صرف الوقت من عديد المتاحثين في المعهب في جمهة بيرفيت على بناء الأونتولوجيا العلية ثانياً العقب الثاني التي واجهتنا هو أنه لم يكن هناك معاجم عربي محوسبة يمكن لنا الاستفاد منها فقبل أن نبدأ قمنا برقمنا رقمنا يعني هنا تعني إعادة طباعة وتطفيف وتوشيد المئات المعاجم العربية يعني هي موجودة في كتب في المكتبات أو معمولها اسكان وبالتالي لا يمكننا الاستفادة منها بطريقة طبعاً يعني فعالة فقبل أن نبدأ قمنا برقمنة مئات المعاجم ولكن بحمد الله هناك نحن الآن يعني نمتلك هذه مئات المعاجم كمعجم واحد تم بناء دمج جميع المعاجم مع بعضها وبالتالي الآن منذ ثلاثة شهور بدأت عملية البناء الانتولوجيا بشكل يعني متسارع جداً أنه يعني يتم إضافة يومياً حواله من 100 إلى 300 مصطلح أو مفهوم جديد وبالتالي يعني العملية الآن أصبحت أسهل بكثير المستقبل أنا أعتقد أن الأنتولوجيا لن تستخدم فقط للقضايا التي أنا أشرت إلها بل ستكون منهجية بحث جديدة أو منهجية جديدة في التعامل مع المعاجم بشكل عام فهي توجه وأكثر منه مشروعاً بحد ذاته توجه في عادة التعريف الكلمات العربية عادة انتحدثت المعاجم الموجودة وهناك اللهود الحق هناك اللهود الكثير الآن في وطن عربي قد بدأت مثل بناء المعجم التاريخي للواء العربية وكذلك بناء معجم تقني جديد يعني هناك العديد من المعاجم كما في عدة مشاريع في جامعة الدول العربية فنأمل أن يكون يعني مستقبل الانتولوجيا أن تكون محور منهجي ليس فقط كمحتوى يعني توفر منهجي جديد لحمدة المعاجم العربية بشكل عام يعني عندما تحوسبون المعاجم أو إعادة رقمنة المعاجم العربية الموجودة هي لها منهجية معينة كما قلت سابقاً الاشتقاقات والأسماء وما يتفرى عن المادة اللغوية ألا تجدون صعوبة في يعادة نمذجت وصورنت هذه المعاجم لتلائم بيئة العمل بالفعل يعني كان تحدي نعم كان تحدي كبير جداً عندما كنا بتوحيد وتمج المعاجم طبعاً هنا أود التأكيد إلى أنه يعني رقمنة وتوحيد المعاجم هو ليس الأونتولوجي العربية هو شيء نحن نستعمل داخلياً يعني اللغويين في ماحد إبن سينا يستعملوه لـ يعني بطريقة غير مباشرة صحيح صحيح ولكن ما أقصده هنا أن توحيد المعاجم بحد ذاته كان تحدي كبير جداً فمثلاً كلمة إجازي قد تكون بهمزي وقد تكون بغيرهمزي قد تكون مشكلة أو غير مشكلة قد تنتهي بها وقد تنتهي بها وإلى آخر فإذا كانت هذه المدخلات مختلفة من من معجر إلى آخر كيف يمكننا أن نوحد هذه المعاجم بطريقة آلية لكن يعني وأنا أشكر يعني فريق العمل في المعهد الذي أدع في إيجاد لغراثنيات أدت إلى توحيد المعاجم بطريقة آلية إلى حد قد يفوق 90% كما من الصعوبة البالغة جداً أنه كيف يمكن توحيد معاني الكلمات يعني ما أخذها شروحات آآ بحيث ما يكون ما يكون في تكرار يعني إذا كانت كلمة إجازة في في معجم معرفي وفي المعجم الآخر كذلك في المعجم آخر كذلك معرفي آآ كيف يمكن لنا نكشف آلية أن التعريفين همها ما في التعريف ولكن بكلمات أخرى ولكن كما قلت بإدعاة القائمين في المحق يعني لقد تغلبنا على هذه القضايا إلى حد كبير وآآ يعني نحن الآن في وضع آآ جيد نعتقد أن يمكننا بالمعجم الموحد الآن أمنا يعني إذا قد تحلنا آآ عملية بناء الأنتولوجيا فهناك العديد من الصعوبات يعني اللغة العربية آآ نعم بارك الله فيك دكتور مصطفى وجزك الله عنا كل خير صراحة يعني أنا تشرفت بهذه المكالمة وسعدت بالحديث إليك وبإجراء هذا الحوار معك آآ شكرا مخت إيمان لإهتمامك أولا الدائم بمشروع الأنتولوجيا العربية آآ وأعمل أن تكون يعني آآ كما علمت أن كيف تعملين على آآ آآ أو إعادة تعريف آآ الأفعال آآ العربية وهذا طبعا يعني يكون سيكون مفيد جدا خاصة لأن الأفعال العربية يجب حدث أكبر للقضايا اللي يعني فيها إشكاليات آآ شكرا إليك ولجميع الذين يعني يساهمون في تعريف وآآ في تعريف الأفعال والكلمات وتوفير ذلك بطريقة محاوسة لأنه تطبيقات في يعني تقنية المعلومات هي بحاجة ناسي إلى إلى مئات الباحثين يعني يعني يساعدوا في تدليل العقبات القائمة حالية نعم شكرا لك دكتور مصطفى يسايدنا كثيرا أن تكون جهودكم صباقة وناجحة وفعالة في مشروع الأنتولوجيا العربية كما نوجه لكم موفور الشكر لدأحتك لنا هذه الفرصة للحديث معك حول مشروع الأنتولوجيا العربية شكرا لك على هذا القرآن نعم يعني بطراحة دكتور أتمنى يعني أن مشروع يصل إلى نجاح باهر ويصل إلينا ونشتغل معكم يعني على هذا المشروع إن شاء الله ويكون يعني مشروع ناجح وفعال إن شاء الله إن شاء الله برك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك معك العافو شكرا لك